من يظلم الناس لم يسلم من الألم ظلم العباد طريق السهد والندم لم يخلق الله عبدا كي يعذبه إن الإله رحيم غير منتقم فالله أقوى وعين الله لم تنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا أما بعد أحبتي في الله نهاية الظالمين فلكل ظالم النهاية مهما طالت هذه النهاية مهما طال الأمد فالظالم له نهاية وفي يوم من الأيام سيقف بين يذي ربه سبحانه وتعالى يسأل عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب أردت بهذا البرنامج أن أقول للظالمين ينبغي أن ترتدعوا ينبغي أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تندموا على ما فعلتم وأن تتحللوا من المظالم فوالله ثم والله لن تضيع الحقوق أبداً إن ضاعت في الدنيا لم تضيع عند الله سبحانه وتعالى وأردت أن أقول للمظلوم أيها المظلوم وأيتها المظلومة اعلموا إن لم تأخذوا حقوقكم في الدنيا فإنكم ستأخذون حقوقكم بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة وقد جرت سنة الله في الكون في أغلب الظالمين أنه يأخذ نصيباً من عذابه في الدنيا ليجعل عبرة ليجعل عبرة هذا بخلاف الذي أعده الله تبارك وتعالى له في الآخرة وأردت في هذه الحلقة أن أتكلم عن ظالم من الظالمين عن رجل من عتاولة الظلم في التاريخ إنه رجل كافر ظالم إنه رجل من القرامطة من الخبثاء هذا الرجل يسمى زكرويه ابن مهرويه زكرويه ابن مهرويه نعم رجل كان من أهل يعني في قطيف هذا الرجل ادعى الألوهية وجعل الناس يعبدونه من دون الله أعوذ بالله والله العظيم يا إخواني هناك من البشر منطغى لدرجة أنه رأى في نفسه ربوبية رأى في نفسه ألوهية رأى أن الناس ينبغي أن تخضع له حتى من دون الله جل جلاله أي ظلم هذا؟ وأي فجر هذا؟ إنك كما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يقول جل جلاله أن رآه استغنى يعني حينما أغناه الله وأعطاه الله سبحانه وتعالى فرأى نفسه في وجهها ورأى نفسه في أبها ماذا صنع؟ بدلا من أن يقابل نعمة الله وعطاء الله بشكر الله سبحانه وتعالى لا إنما استغنى استغنى عن من؟ استغنى عن الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله لو استغنيت عن ربك ووكلك ربك إلى نفسك كيف تستغني عن الله؟ وأنت ما بصرت عينك إلا به وما نطق لسانك إلا به وما امتدت يدك ولا قدمك ولا نبض قلب ولا جرى دم ولا وجد عصب ولا عرق ولا شريان ولا أي شيء إلا من الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمن الله عليك وجعلك شيئا كان هذا الرجل زكروي هذا كان يجعل أصحابه يسجدون له هم إذا رأوه كانوا يسجدون له وكان ظالما في غاية الظلم هذا الرجل في يوم من الأيام خرج حجيج بيت الله تبارك وتعالى وكانوا يأخذون فترة في الطريق فخرج حجاج خرسان وكانوا آلافا كانوا قرابة العشرين ألفا خرجوا من هذه البلدة فقط ليحجوا بيت الله تبارك وتعالى وكانوا يخرجون الجماعات من البلدان ويتجهون في اتجاه مكة شرفها الله تبارك وتعالى وهم يسيرون خرج عليهم زكروي هذا بعصابته بجنده ماذا يريد؟ يريد أن يصد الناس عن بيت الله لا حول ولا قوة إلا بالله أتدرون يا إخواني ماذا صنع في العشرين ألفا؟ ما ترك فيهم رجلاً ولا امرأة ولا شيخاً ولا صغيراً ما هناك سفاحون عبر التاريخ؟ هناك من يحبون ويتلذذون بسفك دماء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماذا سيقول هذا بين يدي؟ لا إن أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء كما قال سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام تخيلوا في خروجة واحدة لهذا الظالم قتل عشرين ألفاً عشرين ألفاً سفك دماءهم ما رحم كبير ولا صغير حتى ما هاب الله سبحانه وتعالى أن الناس خرجت إلى بيت الله أن الناس ستخرج حجيجاً لبيت الله سبحانه وتعالى قتل في هذه الوقعة حوالي عشرين ألفاً وكان مع الحجيج لأنهم يخرجون لفترة طويلة ويجلسون أشهراً في الطريق والحج وفي العودة كانوا يأخذون نفقة كانت النفقات مع هؤلاء الناس قرابت الألفي ألف دينار ألفي ألف دينار يعني مليون دينار الدينار الواحد أربعة جرام وربع ذهب شوف أربعة جرام وربع ذهب تضربهم في اثنين مليون يعني كم؟ يعني يصلون الأربعة في اثنين بتمانية أنت لما تيجي تحسب تمانية مليون جرام هذا بخلاف ربع في اثنين مليون كمان بحوالي خمسمية يعني تمانية ونصف ثمانية ونصف تقريباً وخمسمائة مليون جرام ذهب شوفوا بكام كل هذا سلبة لا وفوق هذا وفوق هذا مش قتل قتل من النساء وسبى من النساء الأطفال أخذها يعني سبحانك يا رب ما هذا الرجل يعني قتل عشرين ألفاً نعم وأخذ من النساء سبايا وأخذ من الذرية ومن الأولاد هؤلاء الذين خرجوا لحجيج بيت الله هؤلاء المؤمنون أخذ منهم الذرية سبايا لا حتى النساء نساء القرامطة الذين تزوجوا من هؤلاء السفاكين سبحان الله كانت الواحدة منهم شوفوا الخبث والخيانة تحملوا الماء قربة الماء وتقول هل هناك أحد يريد أن يشرب؟ يعني في القتلى في العشرين ألف والدماء تنزف هل هناك أحد يريد أن يشرب؟ هل هناك أحد يريد أن يداوى؟ فالناس يعني ممكن يكون هناك يعني واحد في رمق أخير في آخر نفس يقول أنا فيعرفون أنه حي تأتي المرأة بنفسها فتقضي على الرجل لتكمل عليه ما هذا؟ نساء ظالمات رجال ظالمون قرمطي خبيث يجعل الناس يسجدون له من دون الله سبحانه وتعالى وتجرأ هذه الجرأة العجيبة إخواني كل ظالم له أفعاله كل ظالم له أفعاله وياك أن تظن أن الظالم ليقهره الله سبحانه وتعالى أو ليأخذه الله أو ليعاقبه الله لا بد أن يقتل مثل هذا أو أن يفعل مثل فعله يا إخواني الظلم صغيره أو كبيره حرام وكبير عند الله سبحانه وتعالى في حاجة اسمها ظلم صغيرة لا يوجد ظلم كل ظلمك للناس من كبائر الذنوب لأن الظلم توعد الله عليه في القرآن الكريم توعد الله عليه إنه لا يحب الظالمون والكافرون هم الظالمون ويخبر الله تبارك وتعالى عن أهل النار ويسميهم بالظالمين ما هذا؟ الظلم يتوعد الله تبارك وتعالى عليه أنا لا أدري كيف ينام الإنسان لا أقول عنده إيمان فقط عنده حتى ضمير حي إنسانية لو عنده إنسانية كيف ينام وقد ظلم الناس كيف ينام بعد ظلمه بالناس كيف ينام وقد انتهك حرمات الناس كيف ينام وقد سلب أموال الناس كيف ينام وقد خان الناس بل من الناس من يخون رب الناس جل جلاله وينام ملأ جثنه ويأكل ملأ بطنه ويضحك ملأ فمه أقول له هناك رب هناك رب هناك إله ولست بغافلا عنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن لم يكن في البشرية من يقدر عليك الله جل جلاله يقدر عليك إن لم يكن في البشرية من هو أقوى منك فالله أقوى منك إن لم يكن في البشرية من هو أقدر عليك الله أقدر عليك وأقدر على كل شيء فهو على كل شيء قدير ما الذي غرك بربك سبحانه وتعالى لماذا نسيت أنك ستقب بين أدي الله تبارك وتعالى تترك المظلومين يأنون له لنهار ويرفعون أكفة ضراعة على الله أكفة ضراعة إلى الله ولا تبالي لا بدعوة مظلوم ولا بدمعة مظلوم ولا بأنة مظلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله أتظن أن الله سيترك المظلومين هملا؟ لا ورب العالمين لا والذي خلق السماوات والأرض لن تضيع هذه الأنات هضراً ولن تضيع هذه الدموع هضراً لا والذي خلق السماوات والأرض لن يديع الله حق مظلوم أبدا لا والذي خلق السماوات والأرض لن يترك ظالم أبدا دون حساب لن يترك ظالم دون حساب دون أن يؤخذ للمظلوم حقه منه تب إلى الله وعد إلى الله والله لن تنفع المناصب والله لن ينفعك جاه ولن ينفعك رئيسك إذا أمرك بالظلم وأنت امتثلت ألم تقرأ قول ربك جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تعن أحدا على إثم لا تعن أحدا على عدوان أما الآن فإننا نرى عجبا من إعانة على الإثم وإعانة على الظلم بأشكال مجرد أن تجلس في مجلس يغتاب فيه أحد ثم تجلس ولا ترد حتى ولا ترد فأنت مشترك في الإثم فما بالك إن خط في الأعراض فما بالك إن حرمت بعض الناس حقوقهم فما بالك إن أعطيت أقوام حقوقا ليست لهم هذا الظالم زكرويه ابن مهرويه كان من الظلمة في التاريخ كان إذا صار خاف الناس أقول لكم إذا مر على أصحابه وجماعته لا أقول يعظمونه فقط يهابونه فقط إنما كما حكى أهل التاريخ كانوا يسجدون له من دون الله سفك الدماء نعم مزق الأشلاء نعم انتهك الحرمات نعم نعم وماذا بعد ذلك ماذا بعد ذلك كان متخفيا اسمعوا لنهاية هذا الظالم كان متخفيا في زمن المعتضد بالله اختفى لمدة أربع سنوات ثم بعد ذلك أظهر نفسه أظهر نفسه على أيام المكتفي بالله والمكتفي بالله حدثت على أيامه هذه الواقعة أن حجيج بيت الله الذين سيخرجون من خرسان إلى حج بيت الله قتلوا قتلوا عشرون ألفا سفكت الدماء أخذت النساء سبايا ويجهز له جيشا إلى هذا الرجل ويخرج عليه ويبيد هؤلاء القرامطة وهذا الرجل يضرب بالسيف على رأسه حتى يصل السيف إلى دماغه ويأخذونه في الرمق الأخير يعيش معذبا لمدة خمسة أيام ثم يموت ويأمر المكتفي أن تجز رأسه وأن يطاف بها بخرسان حتى لا يخاف الناس وحتى يروا ما الذي حدث له وما الذي جرى له لا أتكلم فقط عما حدث له في الدنيا إنما ما الذي سيجري في الآخرة له الأمر إلى الله أقصر يا ظالم اصبر يا مظلوم اصبر يا مظلوم احتسبوا الأمر عند الله اللهم أبعدنا عن الظلم كله كبيره وصغيره وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن طيبا نفسي وأمرها بمكرمة فالنفس تدعو إلى العصيان والظلم واعلم بأنك مهما كنت مقتدرا فالله أقوى وعين الله لم تنمي اشتركوا في القناة